السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما نبدأ فيديو اليوم الصراحة أحب أشكركم من كل قلبي أحب أشكر كل اللي يشترك في القناة كل اللي دعم القناة كل اللي قال كلمة سواء حلوة أو مو حلوة في القناة ألف شكر الصراحة لكل من يشترك في القناة طبعا اللي ما يشترك في القناة أدعوه أنه يشترك لأنه اشتراكك ودعمك ومحبتك للقناة هذه سبب في استمرارية القناة هذه فهذه النقطة الأولى اللي حبيت الصراحة أني أقولها النقطة الثانية اللي يبي أقولها في كثير من التعليقات اللي تجي وينتظروا الرد مني يعني اعذروني الصراحة أنا حاول قدر المستطاع أني أرد على كل تعليق يوصل سواء قديم أو جديد طبعا هي يوم توصلني التعليقات يوصلني زي نوتوفيكيشن في الإيميل فبعضها توصل وبعضها صراحة ما توصل فهذه من الأسباب اللي تخليني أتأخر وأدخل يعني على كل فيديو وأشوف التعليقات لكن تأكد أني أقرأ كل تعليق في بعض التعليقات صحيح أني أتأخر في الرد عليها لكنه تأكد أني إن شاء الله إذا ما سويت فيديو عن الطلب أو السؤال اللي انسألته فتأكد أني راح أرد عليك إن شاء الله بس صبركم وحلمكم علي إن شاء الله يعني لأنه ترى الفترة هذه يعني شوية مشاغل وكذا فما تخليني الصراحة يعني مستمر بشكل دائم لكن يعني لازلت مستمر أنه على الأقل فيديو واحد كل أسبوع أنه لازم ينزل فهذه بالنسبة للمقدمة طبعا نبدأ فيديو اليوم عام 2019 يعني كان يعني العام هذا عام ناجح في عالم العطور صارت انتاجات كثيرة يعني طلعت وإصدارات كثيرة طلعت على عكس اللي هو عام 2018 2018 ما كان ناجح يعني بالشكل الكبير لكنه عام 2019 كان ناجح بشكل كبير يعني طلعت إصدارات على مستوى النيش أو إصدارات على مستوى الديزاينر طبعا في الفيديو هذا بحاول أني أحط اللي هو أبرز المحطات اللي مرت يعني علي أنا في 2019 في عالم العطور يعني العطور اللي أكثر شي استخدمتها والعطوة أحسن العطور اللي أنا اشتريتها وزي كذا يعني فنبدأ بالفيديو هذا طبعا أكثر طبعا في عندي من الفيئة الديزاينر أبدأ بالفيئة الديزاينر أكثر عطرين استخدمتهم من فيئة الديزاينر في عام 2019 هنا العطرين هذي العطر الأول اللي هو ديور أوم نسخة الـ EDT هذا من أكثر العطور اللي استخدمته في عام 2019 عطر جميل جدا يعني اللي هو ديور أوم نسخة الـ EDT من أجمل أجمل العطور صحيح أنه عطر يعني بعض الناس يحس أنه قديم شوي لكنه أنا صراحة شخصية أشوفه من أجمل العطور اللي هو ديور أوم نسخة الـ EDT العطر برضو اللي من أكثر العطور اللي استخدمتها برضو من فيئة الديزاينر اللي هو ديور أوم برفام صراحة من أجمل العطور يعني طبعا الفرق بين النسختين هتكلمت كثير عنهن هذا طبعا أقل حدة من هذا هذا أضافوا عليه اللي هو نوتة اللذر مع شوية نوتة عود و شوية نوتة ورد على عكس هذا اللي تحس أنه خشبي زهري مسكي أكثر طبعا اللي هو نسخة ديور أوم الـ EDT فالعطرين هذه يعني من يعني أكثر عطرين تقريبا استخدمتها في عام 2019 من فيئة الديزاينر من فيئة النيش أكثر عطرين استخدمتها اللي هو طبعا رويا العود من دار كريد يعني من العطور الخشبية المسكية الجميلة جدا اللي هو رويا العود من دار كريد و برضو استخدمت اللي هو عود بلو انتنس من دار فرقرانس ديبواء العطرين هذه من أكثر العطور اللي استخدمتها من فئة النيش طبعا في عام 2019 فعطرين جميلة الصراحة يعني اللي يعني من العطور اللي دائما تنسأل عنها اللي هي كريد رويا العود أو عود بلو انتنس عطرين جميلة جدا طيب بالنسبة لأفضل دار يعني اكتشفتها في عام 2019 هي دار بورتني كوفي يعني من الصراحة الدار هذه أنا اكتشفتها في عام 2019 وعجبتني الدار يعني اصداراتهم جميلة جدا حطيت مثال اللي هو مستيريا سعود طبعا من الدار هذه يعني لكنه تعتبر دار جميلة جدا الدار هذه أنا متوقع انه في 2019 2020 عفوا راح يكون يعني عندها اصدارات جميلة جدا يعني وممكن انها تنافس نوعا ما اللي هي دار أريجلو دوري فهذا توقع شخصي بالنسبة لطبعا دار بورتني كوف طيب بالنسبة لأسوأ اصدارات عام 2019 أنا اخترت عطر من الديزاينر وعطر من النيش العطر اللي من الديزاينر يعني معروف أنا تكلمت عنه اللي هو سوفاج من دار كريستين ديور نسخة البرفام العطر هذا يعني أنا اشوف انه من اسوأ اصدارات عام 2019 واسوأ تجربة يعني لانه حج يعني انا كنت متوقع من النسخة هذه انها تكون نسخة جميلة لكنه الصراحة ما يعني ما عجبني العطر كثير اللي هو سوفاج نسخة البرفام طبعا ومن دور النيش العطر من بارفوم ديمار لي هو العطر الصراحة يعني اللي اشوفه من اسوأ اصدارات النيش يعني في عام 2019 بحط لك صورتها لانه العطر طبعا مو عندي فالعطرين هذي اشوف انهم من اسوأ اصدارات عام 2019 بالنسبة للعطرين اللي تمنيت اني اشتريت هن في عام 2019 لكن الصراحة ما صارت لي فرصة اني اشتري العطرين هذه العطر الاول طبعا من دار ديزاينر وهو من دار كريستين ديور العطر هذا طلع في عام 2019 عطر سبايسي جميل جدا في شوية بوز جميل وانيق الصراحة هو ان شاء الله يعني اني افكر اني اشتري يعني في عام 2020 والعطر الثاني اللي طبعا جربته المرة الاولى لكن الصراحة ما اعجبني جربته المرة الثانية نوعا ما اعجبني جربته المرة الثالثة الصراحة عجبني اللي هو عطر آني من دار نيشاني العطرين هذه يعني الصراحة من العطور اللي ندمت اني ما شريتها في عام 2019 لكن ان شاء الله هي على قائمة الشراء يعني سواء كانت في الايام المتبقية من 2019 او في العام 2020 ان شاء الله فهذه بالنسبة للعطرين اللي اتمنيت اني اشتريتها في 2019 طيب بالنسبة لأفضل العطر ديزاينر اشتريته في عام 2019 العطر هو 1920 The Origin من دار توس عطر هذا مرة جميل وكلما تعطرت فيه كلمة زداد حبي للعطر هذا عطر جميل والعطر هذا يعني الاجمل فيه سعره يعني سعره تقريبا من 20 او 25 دولار يعني بالمئة 120 ريال سعودي من اجمل العطور الصراحة اللي هو 1920 The Origin من دار توس جربوا العطر هذا يعني احد العطور اللي جميلة جدا اللي هو 1920 طيب وافضل العطر شريته في عام 2019 من دور النيش هو اوماقوما من دار فازولاري العطر هذا من اجمل العطور اللي احتويت على نوتة الكاكاو الصراحة يعني اللي ما جرب العطر هذا ويحب نوتة الكاكاو يجرب العطر هذا نوتة الكاكاو بخورية جميلة الصراحة اللي هو اوماقوما من دار فازولاري هذا بالنسبة للعطور اللي يعني افضل ما اشتريت في عام 2019 طيب بالنسبة لفئة العطور اللي حصلت على المديح بسببها في عام 2019 اصرح عطور كثيرة يعني اللي حصلت على المديح بسببها يعني من المجموعة هذه حصلت على المديح ومقوما حصلت لكن انا اخترت ثلاثة في بعض المواقف اللي حصلت على المديح بسببها وصارت تراسخة في الذاكرة في عام 2019 فاخترت ثلاث عطور اول عطر منهم اللي هو من دار انيشيو الصراحة احد العطور اللي جميلة تحصل على المديح بسببه طبعا التوباكو مع الرم مع شوية سبايس جميل العطر اللي هو سايد افكت ويناسب الجنسين يعني العطر هذا العطر الثاني اللي برضو حصلت على المديح في عام 2019 بسببه اللي هو عطر ريكولاس من دار روجادوف احد العطور اللي جميلة جدا اللي هو عطر ريكولاس من دار روجادوف انصح بتجربته اللي هو عطر ريكولاس العطر الثالث من العطور اللي حصلت على المديح وسببها هو عطر انقماء من دار اونيركو طبعا العطر هذا يعني بدايته غير مشجعة ممكن تخليك تمحاش من العطر لكن اترك العطر الى نص ساعة تقريبا ويبدأ العطر يبدأ الصراحة عطر فيه نوتات كثيرة يعني فيه العود فيه الفتفر فيه سبايس عطر جميل جدا اللي هو عطر انقماء من دار اونيركو طبعا الثلاث عطور هذه يعني تحصل على المديح بسببها بسبب اداءها برضو لان الثلاث عطور هذه ذات اداء جميل جدا يعني فعلشان كذا الناس تقدر تشمل عطر هذا ويعني وتمدحك يعني اذا شمت عليك احد العطور هذه راح تمدحك بسبب اداءها برضو القوي فهذا بالنسبة لثلاث عطور يعني اخترتها انا حصلت على المديح بسببها في عام 2019 طبعا قبل ما اختم هنا برضو الفيديو هذا علشان برضو يعني الجانب النسائي لا يزعل علينا افضل عطر مر علي في عام 2019 كعطر نسائي اللي هو عود جين من دار بحط لك صورة العطر هذا من اجمل العطور النسائية اللي مرت علي في عام 2019 انصح بتجربته اللي هو عود جين من دار طيب بالنسبة لأفضل اصدار شفته انا طلع في عام 2019 العطر هو من دار رشان آدم العطر هذا انا شوف انه افضل اصدار عام 2019 طبعا العطر هذا يعني عطر ما يحتاج جميل جدا الصراحة عطر فيه كمية ابداع كبيرة جدا فاعتبر افضل اصدارات عام 2019 اكتبوا لي في قسم التعليقات عن تجاربكم وش افضل العطور واسوأ العطور وافضل التجارب واسوأ التجارب اللي مرت عليك في عام 2019 واذا اعجبكم الفيديو هذا اتمنى منكم الاشتراك بالقناة دعمها بالشير واللايك وان شاء الله more things will be coming very soon and always remember احلامنا العطر لباسه see you later اشتركوا في القناة